تختصر أربع عشرة ثانية من مشهد التمثيل بجثة المقاتلة الكردية بارين كوباني وحشية فاقت بحسب كثيرين تصور العقل البشري بعد نشر الفيديو الذي صوره وفق المرصد السوري مقاتلون من فصائل المعارضة الموالية للقوات التركية في عفرين أثير جدل حول سبب تشوه جسد بارين ولكن هناك ما هو أبعد من سبب تشوه جسدها وأبعد من حرب فيها قاتل ومقتول فقد أظهر مقطعا فيديو للمقاتلة الكردية ملقاة على الأرض جثة هامدة عارية ومحاطة بمجموعة من المسلحين وقد انقض عليها بعضهم ونكلوا بجثتها المتجرة بالدماء وبعد جريمتهم قالوا إنها ثأر لمن قتلوا من رفاقهم في معركة عفرين أوصات كردية وكثيرون حول العالم تلقوا الفيديو بصدمة وغضب وكثير من الألم بارين لم تكن قتيلة معركة بين طرفين بل وقعت ضحية أجندات ثأرية تاريخية علم طيرة العربية